فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ تخيالوا ان احنا قولنا الى الرجل ده اتا مش خايف مش خايف جندي من جنود فرعون قول لحد فرعون كده يزعل منك اتا مش خايف فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ يا السلام ايه اللي حصل واحد سلم اموره لربنا واحد فوض امره لربنا عمل تفويض لربنا شوف وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ كانت النتيجة فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ولا حد قدر يعملوه حاجة رجل مؤمن رجل مؤمن وفوض أمره لتفوض أمورك لربنا موضوع انتهى خلاص انت في حماية ربنا ولا حد قدر يجي جنبك وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِلَّ حَصَلْ فَوَقَاهُوا وَقَاهُوا حماية رعاية فَوَقَاهُوا اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَأَعْدَاءُوا حَصَلُّهُمْ إِيهِ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يُعرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيَّةِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُ أَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ تعالوا بقى ده مؤمن آل فرعون شوفوا صحابة النبي صحابة النبي رضي الله عنهم كان في غزوة أحد سنة ثلاثة هجري في شوال غزوة أحد في شوال سنة ثلاثة هجري عارفين كلنا عارفين اللي حصل والقرآن قال قال وَعَصَيْتُمْ من بعد ما أرَكُمْ مَا تُحِبُونَ كان فيه كتيبة كده كإسمها كتيبة الرماة كانوا خمسين واحد بقيادة عبد الله بن جبير اللي هم القناصة يعني النبي حططهم على تب عالية كده دول قال لهم ما تنزلوش أبداً أبداً ما تنزلوش لا تبرحوا أماكنكم وإنت خطفتنا الطير عَصُوا كلام النبي عَصُوا إحنا انتصرنا في البداية في أحد كده فأهموا اللي فوق شافوا الغنائم القرآن قال قال كده القرآن لقال في أهلي عمران مش أنا اللي قلت قال مِنكم من يريدوا الدنيا القرآن القرآن وضع كل حاجة واتكلم عنهم بتفصيل فنزلو شفت إزاي فحصل فشل برضو القرآن اللي قال حتى إذا فشلتم القرآن حكى كل حاجة وإحنا تأدبا بنلتزم بما جاء في القرآن بعدين قاموا المشركين لما خطفوا اللقطة دي خطفوها كده خطفة وجري وبقى مشوا وهم في الطريق وصلوا حتى سماع حمراء الأسد فقالوا إحنا لا أتلنا محمد ولا أتلنا أبو بكر ولا أتلنا عمر إحنا ما عملاش فوقفوا يفكروا في العودة فالقرآن تكلمنا عن اللقطة دي الذين قال لهم الناس إن الناس اتقلل المسلمين بقى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم المشركين فكروا في مكان حمراء الأسد اعملوا حسابكم يا مسلمين فزادهم إيمانا مسلمين ما خفوش فزادهم إيمانا وقالوا حسبونا الله ونعم الوكيل شوفوا حسبونا الله ووكلوا ربنا ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوى تفوض أمورك لربنا يحصل لك أول نعمة وأعظم نعمة وأكبر نعمة هي إيه هي إنه الوقاية إنه ربنا يكفيك الشر والماكرين والحاقدين والحاسدين وإنه يمن عليك بالسكينة والطمأنينة